موسيقى يستذكر الأوكرانيون اليوم ضحايا القصف الذي تعرضت له أحد الأحياء السكنية من قبل المسلحين الموالين لروسيا في منطقة ماريوبل شرق أوكرانيا في مثل هذا اليوم من عام 2015 قام مسلحون باستخدام صواريخ جراد لقصف حي بريمورسكي في مدينة ماريوبل العمر الذي خلف ثلاثين قتيلا من بينهم خمسة أطفال وتسبب بإصابة أكثر من مئة شخص آخر القصف جرى في الساعة التاسعة صباحا حيث أصابت الصواريخ نحو ثلاثين مبنى سكنيا وسبع مدارس مكتب المدعي العام في منطقة دانيسك اعتبر قصف مدينة مأهولة بالسكان عملا إرهابيا وقدم جهاز الأمن في أوكرانيا أدلة على أن القصف نفذ من المدفعية الروسية بأوامر من ضباط الجيش الروسي الاتحاد الأوروبي حينها أدان تصرفات الإرهابيين ودع موسكو للتأثير على الموالين لها في الدنباس اشتركوا في القناة